نقابة الوطنية للتعليم من منضوية الحوار كونفدرالي الديمقراطي للشغل كتعقدها الندوة الصحافية مباشرة من بعد مجلس الوطني ويام خلاصات مجلس الوطني لنوضح للرأي العام والشغيلة التعليمية مجريات الحوار القطاعي ثم موقفنا الرافض للنظام الأساسي الجديد لموضة في وزارة التربية الوطنية وكذلك البرنامج النظالي الذي قررنا أن ننخذهه مع مجموعة من نقابات تعليمية كذلك الرافضة لهذا النظام الأساسي مبررة الرفض أولا المنهجية التي ينص على اتفاق 14 يناير هو أن النظام الأساسي يجب أن يصدره بالاتفاق والتوافق ما بين الوزارة والنقابات التعليمية الأكثر تمتيلية للأسف الوزارة لم تحتارم هذا المبدأ بحيث أنه نظام الأساسي كان مازال موضوع نقاش كان مازال موضوع حوار لم نتوافق حوله بل في جلسة عشرين شوتنبير أبدينا رفضا واضحا للمسودة التي سلمت لنا لكن للأسف الوزارة قررت أو اتخذت قرار نفراد بإصدار النظام الأساسي وإحالته مباشرة على مجلس الحكومة ثم مجموعة من المضامين داخل النظام الأساسي الذي انفردت به وزارة التربية الوطنية ولم نقبله ونرفضه كنقابات تعليمية مجموعة من المقتضاية لا تحتارم حتى اتفاق 14 يناير وهنا ممكن نعطي مجموعة من الأمثلة لا بالنسبة للمراجعة الدورية لا بالنسبة كذلك للمساعدين لدارين المساعدين التقنيين لينوستفاق 14 يناير على إدماجهم والارتقاء بوضعيتهم لا بالنسبة كذلك المستشار التوجه والتخطيات بالنسبة للموضوع تغيير الأيطار ومجموعة من المقتضاية لا كذلك أهم ملف وملفات الكبرى وملف التعاقد لتم توافق داخل الجنة التقنية على المادة واحد والمادة جوج للأسف في آخر لحظة يتم تغييرهما من طرف واحد من طرف وزارة التربية الوطنية بناء عليه نحن في النقابة الوطنية لتعليم الساداتي بمعيات النقابة التعليمية نرفض هذا النظام الأساسي وقررنا أنه نخذ النضال أول معركة نضالية اعتصام دي الأعضال المجالس الوطنية يوم جوج نوينبير وغتكون أول محطة وسلتاليها محطة نضالية أخرى اشتركوا في القناة